الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم مشرح متن العقيدة الطحوية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أظن لا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن أليس كذلك أين توقفنا طيب كم خذنا من قاعدة يا شيخ فهد سبع قواعد كافية خلص أحسنت نكمل ما تبقى من مسائل هذه القطعة من مسائل هذه القطعة أيضا هل يُنسب الشر إلى مشيئة الله عز وجل هل يُنسب الشر إلى مشيئة الله عز وجل الجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا في ذلك قاعدة نافعة عامة وهي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه في ذكره لدعاء الاستفتاح وفيه أنه كان يقول والشر ليس إليك فالشر لا يُنسب إلى مشيئة الله عز وجل خلقا وتقديرا لأن جميع ما يُنسب إلى الله عز وجل فلابد أن يكون خيرا فالله لا يفعل شرا الله عز وجل لا يفعل شرا فالله خلقا ومشيئة وتقديرا إنما يُنسب له الخير عز وجل وإنما الشر في الفعل الذي يشاؤه الله عند صدوره من من عند صدوره من المخلوق فإذا فعل العبد الذي شاءه الله لنا فيه اعتباران أما باعتبار نسبته لمشيئة الله عز وجل فهو خير يعلمه الله عز وجل فالله لا يشاء شيئا إلا وله في مشيئته الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية ليس كذلك ولكن باعتبار صدور الفعل من العبد هو الذي حينئذ يُصف بأنه شر أو خير فإذن الشر في المفعول الذي هو فعل العبد لا في مشيئة الله عز وجل فالشر ليس إلى الله عز وجل لا خلقا ولا تقديرا ولا مشيئة وإنما الشر يُنسب إلى فعل العبد مسألة إذا علمنا أيها الإخوان أن كل شيء لا يقع إلا بمشيئة الله فهذا يُوجِب علينا أن نُعلِّق أمورنا المُستقبلية بماذا؟ بالمشيئة فلا يجوز لأحد من المسلمين أو من الناس أن يجزم بأنه سيفعل كذا غدا أو أنه سيقول كذا وكذا غدا أو أنه سيذهب إلى مكان كذا وكذا غدا إلا ويُعلِّق هذا الأمر بالمشيئة لأنك حتى وإن شئت هذا الأمر فإن مشيئتك متعلقة بمشيئة الله عز وجل فلذلك لا ينبغي للعبد أن يعتمد على حوله وقوته وإنما يعتمد على حول الله عز وجل وقوته ولذلك أدَّبنا الله عز وجل بهذا الأدب في كتابه في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله وقال الله عز وجل عن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا لأن الصبر من عدمه أمر مستقبلي فإذا كان نبي الله موسى لم يقطع بأنه سيصبر فكيف بمن دونه لا جرم أن تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة أمر واجب وكذلك يقول الله عز وجل عن إسماعيل لما عرض عليه أبوه إبراهيم أنه رأى في المنام أنه يذبحه فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وفوق ذلك كله يقول الله عز وجل لتدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين فإذا إذا عزمت على شيء من الأمور المستقبلية فلا تعتمد على حولك ولا على قوتك ولا على تيسر أسبابه لك بل يجب عليك أن تتبرأ من ذلك كله وأن تفوض أمرك إلى الله عز وجل فتقول إن شاء الله فإن قلت وما حكم تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة فأقول واجب واجب من واجبات الشريعة لأن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إني فاعل ذلك غدا إلا بعد تعليقه بالمشيئة والمتقرر أن النهي يفيد التحريم والمتقرر أن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى أمر بضده من جهة المعنى فإن قلت وما حكم تعليق الدعاء بالمشيئة فأقول لا في هذه الحالة نقول لا يجوز أن يعلق الإنسان الدعاء بالمشيئة لأن المطلوب في الدعاء الجزم والإلحاح وصدق اللجأ وصدق نبرة الرغبة ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت اللهم ارزقني إن شئت وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له وفي الرواية الأخرى فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه ومن المسائل كذلك لا يجوز لنا بناء على ذلك أن نجزم بالأمور الغيبية بدون تعليقها بالمشيئة فإذا كنا نريد أن نخبر عن أمر غيبي فلا يجوز لنا أن نطلقه وإنما نقول إن شاء الله ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار ما لم يشهد له النص بذلك إلا معلقا بالمشيئة فتقول فلانٌ معين من أهل الجنة إن شاء الله إلا إذا شهد له النص بأنه من أهل الجنة فلا تعلقه بالمشيئة لأننا نعلم بثبوت الدليل لأن الله شاء الجنة له وأما آحاد الناس ممن لم يشهد لهم النص بأنهم من أهل الجنة فلا يجوز لك أن تشهد لهم بالجنة إلا بعد التعليق بالمشيئة لماذا؟ لأنه أمرٌ غيبي وأمور الغيب لا يجوز الجزم بها وكذلك لا يجوز أن تقول فلانٌ شهيد لأن كونه شهيدا من عدمه إنما هو أمرٌ غيبيٌ لا يعلمه إلا الله عز وجل فإذا لابد أن تقيده بالمشيئة أو بما يشعر بها كقولك بإذن الله وكقولك نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا فإذا أمران يجب وجوباً تعليقهما بالمشيئة أمران يجب وجوباً تعليقهما بالمشيئة الأمر الأول إذا كان الكلام في أمرٍ مستقبليٍ ستفعله والأمر الثاني إذا كان الكلام في أمرٍ غيبيٍ لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن المسائل التي تندرج تحت هذه القطعة أيضاً وهي مسألةٌ فقهية لذيذة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الطلاق المعلَّق على مشيئة الله اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الطلاق المعلَّق على مشيئة الله فلو أن الإنسان قال لزوجته أنت طالقٌ إن شاء الله فهل يقع طلاقه أم لا يقع الجواب فيه خلافٌ والقول الصحيح إن شاء الله أنه لا يقع قالوا لماذا لا يقع قالوا لأنه لم يطلق الطلاق ويجزم به بل علَّقه على أمرٍ غيبيٍ لا نطلع عليه فنحن لا ندري هل الله شاء هذا الطلاق أو لم يشأه فمشيئة الله من عدمها مشكوكٌ فيها وإذا ورد على النكاح وإذا ورد على عقد النكاح أمرٌ مشكوكٌ فيه فإننا نبقى على الأصل المتيقن وندع الأمر المشكوك فيه لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك فالأصل المتيقن أن عقد النكاح ثابت وكون الله شاءه في هذه اللحظة أو لم يشأه أمرٌ غيبيٌ لا نستطيع أن نطلع عليه فحينئذٍ هو مشكوكٌ فيه فنبقى على يقين النكاح فنبقى على يقين النكاح ومن المسائل كذلك وهي مسألةٌ فقهية لذيذة أيضاً اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اليمين المعلَّق على مشيئة له لو قال والله لأذهبن للرياض غداً إن شاء الله فإذا جاء غدٍ ولم يذهب للرياض هل عليه كفارةٌ أو لا؟ الجواب فيه خلافٌ بين أهل العلم والقول الصحيح أن لا كفارة أن لا كفارة عليه قالوا لماذا؟ قالوا لأنه علَّقه بأمرٍ غيبيٍ غير مطلعٍ عليه ولأن تصرُّف العبد هنا في اليمين لم يُطلِقه وإنما علَّقه بإرادة الله ومشيئته فلما لم يذهب للرياض غداً علمنا أن الله عز وجل لم يشأه فإذن يمينه قد برَّ بها ولذلك يقول العلماء إن اليمين المُعلَّقة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن اليمين المُعلَّق على المشيئة غير منعقدة يقصدون يعني أنه لا كفارة فيها ولذلك ينبغي للإنسان أن يخرج من وجوب الكفارة بتعليق أيمانه بالمشيئة عوّد لسانك على قلة الأيمان أصلاً لكن إن أردت أن تحلف للحاجة فلا بد أن تعلِّقها بالمشيئة حتى تخرج عن وجوب الكفارة فيما لو خالفت مُقتضى يمينك وحنثت فيها وحنثت فيها فإذاً انظروا إلى مشيئة الله كيف تعلَّقت بي كيف اختلفت الأحكام باختلاف التعليق بها من عدمه مسألة من السنة في عيادة المريض من السنة في عيادة المريض أن تقول له لا بأس كفارة وطهور إن شاء الله فكيف يدعو له بأن يكون مرضه هذا كفارة وطهور ومع ذلك يعلِّق هذا الدعاء بماذا؟ بالمشيئة مع أننا جزمنا قبل قليل بأن الأدعية لا تعلَّق بالمشيئة الجواب لما علَّق النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هذا بالمشيئة علمنا أنه لا يريد الدعاء وإنما يريد الإخبار ولما كان هذا الخبر عن أمر غيبي لا يُطَّلع عليه علَّقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمشيئة فهو دليلٌ على أن الكلام في الأمور الغيبية يجب تعليقها بالمشيئة فإن المسلم إذا مرض فقد شهدت الأدلة العامة بأن مرضه كفارةٌ وطهورٌ له لكن الشهادة العامة لا يستلزم دخول أفرادها فيها قطعًا فبعض الناس قد لا يكون مرضه كفارةً ولا طهورًا لعدم الصبر لعدم وجود الصبر ما حقَّق الشرط حتى يُثاب على هذا المرض فإذا دخلت على مريضٍ وقلت طهورٌ وكفارة فاقصد بها ماذا؟ فإن كنت تقصد بها الدعاء له فلا تُعلِّقه بالمشيئة وإن كنت تقصد الخبر بأن مرضه هذا المعين في هذا الوقت المعين صار كفارةً وطهور عند الله عز وجل فحينئذ أنت تشهد بأمرٍ غيبي فيجب عليك أن تُعلِّقه بمشيئة الله لأنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء إلا ما شاء الله لهم عز وجل ومن المسائل أيضا إن قيل لنا كيف نجمع بين آيتين ظاهرهم التعارض وهي قول الله عز وجل وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالعِلَّةُ مِنْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ هي ماذا؟ العباد الحكمة من خلق الجن والإنس في هذه الآية هي أن يعبدوه عز وجل والمراد بقوله ليعبدوني أي ليوحِّدوني وبين قول الله عز وجل وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ ولذلك أي ولهذا الاختلاف خلقهم فهذه الآية تُبَيِّنُ أنَّ الحكمة من خلق الجن والإنس أن يكونوا مُخْتَلِفين هو الاختلاف بينهم هو وجود الاختلاف بينهم فكيف آيةٌ تذكر أن الحكمة من خلقهم هي العبادة؟ وآيةٌ أخرى تذكر أن الحكمة من خلقهم هو وجود الاختلاف بينهم؟ الجواب لا تعارُض ولا إشكال بين دلالة هاتين الآيتين قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحكمة من الخلق تنقسم إلى قسمين حكمةٌ شرعية أمرية دينية وحكمةٌ كونيةٌ قدرية وإذا مرة أخرى نقول إن الحكمة من الخلق تنقسم إلى قسمين إلى حكمةٍ شرعيةٍ أمريةٍ دينية وإلى حكمةٍ كونيةٍ قدرية أما الحكمة من خلقهم أما الحكمة الدينية الأمرية الشرعية من خلقهم هو؟ هي للعبادة وأما الحكمة من خلقهم أعفواً وأما الحكمة الكونية القدرية من خلقهم فهي الاختلاف فإذاً قوله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي هذا بيانٌ للحكمة إيش؟ الحكمة الشرعية من خلقهم وأما قوله وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ إِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِلْحِكْمَةِ الْكَوْنِيَّةِ الْقَدَرِيَّةِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ ومن المسائل أيضًا في هذه القطعة ما حكم تعليق الإيمان بالمشيئة؟ ما حكم تعليق الإيمان بالمشيئة؟ وصورته أن يقول المؤمن أنا مؤمنٌ إن شاء الله فما حكمه؟ اختلف أثل القبلة في حكم تعليق الإيمان بالمشيئة على طرفين ووسط وخير الأمور أوساطها الطرف الأول حرموا تعليق الإيمان بالمشيئة من غير تفصيل قالوا ويحرم تعليق الإيمان بالمشيئة مطلقا قالوا لماذا؟ قالوا لأن من أصول صحة الإيمان الجزم به لأن من أصول صحة الإيمان أن يقع مجزوما به مقطوعا به متيقنا فهل يمكن أن يدخل الشك في الإيمان بالله؟ الجواب لا هل يمكن أن يصح الإيمان بالملائكة مع وجود الشك؟ الجواب لا هل يمكن أن يصح إيمان من شك في الرسل أو الكتب أو اليوم الآخر أو بالقدر؟ الجواب لا فإذا قضايا الإيمان لا يصح الإيمان بها إلا إذا وقعت يقينية فهي قضايا قطعية يقينية لا يمكن أن يتطرق لها الشك ولا يقبل أن يتطرق لها الشك أصلا ولذلك قال الله عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك؟ وقال الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل فالقضايا الإيمانية ما يقبل فيها الشك فأي شك جاء في قضية إيمانية فإنه ينقضها فوجودها مع وجود الشك كعدمها فلذلك هؤلاء ما نظروا إلا إلى أصل وجود الإيمان في القلب فقالوا لا يجوز تعليق الإيمان بالمشيئة لأن تعليق الإيمان بالمشيئة شك في وجوده والشك في وجود أصل الإيمان في القلب كفر هكذا قالوا وهؤلاء يعيبون أهل السنة رحمهم الله تعالى بأنهم الشكاكون فيصفوننا ويقدحون فينا بالشكاكة لماذا؟ لأن أهل السنة يجيزون تعليق الإيمان بالمشيئة على اعتبارات سيأتي تفصيلها إن شاء الله قابل هؤلاء فرقة أخرى قالوا بل يجب تعليق الإيمان بالمشيئة مطلقة قالوا لا يجوز للإنسان أن يجزم بأنه مؤمن إلا إذا علقه بالمشيئة قالوا لماذا؟ قالوا لأن الإنسان لا يدري أكمل إيمانه أم لا وربما يقع في تزكية نفسه إذا لم يعلق إيمانه بالمشيئة فيا سبحان الله الطائفة الأولى نظروا إلى أصل الإيمان فحرموا المشيئة فيه لأنها شك والآخرون نظروا إلى كمال الإيمان فأوجبوا فيه المشيئة حتى لا يجزم الإنسان بأمر غيبي أنه كمل إيمانه ولا يدخل في تزكية نفسه المنهي عنها شرعا في قوله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ويقول النبي صلى الله عليه ويقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بأهل البر منكم فإذا هذان القولان على طرفين قض فجاء أهل السنة بقول طيب عجيب فقالوا إن التعليق منه ما يجب ومنه ما يحرم ومنه ما يندب أو يبح فإذا لا نعطي التعليق حكما واحدا بل يختلف باختلاف قصد صاحبه فإن كان الإنسان يقول إن شاء الله وهو شاك في أصل وجود إيمانه فإن تعليق الإيمان بالمشيئة حرام هذه الحالة الأولى وقد وافقنا في هذه الحالة أي قول الطائفة الأولى فإذا كان أصل المشيئة والمقصود من قولك إن شاء الله أنك شاك في وقوع الإيمان وتحققه في قلبك فإن هذا ممنوع منع تحريم لأن الشك في أصل الإيمان يوصل صاحبه إلى إيش؟ إلى حفر الكفر والعياذ بالله وأما إذا خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في التزكية أو في الرياء إن لم يعلق إيمانه بالمشيئة نظرا إلى كماله فإن تعليقه بالمشيئة حينئذ واجب فإذا خفت على نفسك إذا قلت أنا مؤمن أن ينقدح في أذهان الناس أو ينقدح في ذهنك أنك تشهد لنفسك بكمال الإيمان أو أنك تقع في شيء من تزكية نفسك فيجب عليك وجوباً أن تقول إن شاء الله لأن الوقوع في التزكية حرام والوقوع في الفخر والخيلاء بقضية الإيمان أيضاً حرام وما لا يتم ترك الحرام إلا به ففعله واجب وما لا يتم ترك الحرام إلا به ففعله واجب وأما ما عدى ذلك فإنه يندب أو يُستحب وأما ما عدى ذلك فإنه إما أن يُندب وإما أن يُستحب إما أن يُندب أو يُباح فإن جعلناه في بعض صوره مندوباً للنظر إلى بعض العلل فلا بأس وإن جعلناه مباحاً بالنظر إلى بعض العلل فلا بأس فالمقصود رعاية الحالتين الأوليين فإن كان الشك في أصل الإيمان فيحرم وإن كان تعليقه بالمشيئة خوفاً من الوقوع في الرياء أو هروباً من تزكية النفس فيجب وما عدا ذلك فإما أن يستحب وإما أن يباح هذا قول جماهير أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ومن المسائل المتعلقة بهذه القطعة أيضاً ولا أدري عن رقم المسألة عندكم طيب ما تفسير قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فنحن نعلم أن الإيمان من المؤمن واقع بمشيئة من؟ بمشيئة الله عز وجل وكفر الكافر في هذه الدنيا واقع بمشيئة من؟ بمشيئة الله عز وجل فإذا كان الإيمان والكفر واقعين بمشيئة الله فكيف ينسب الله مشيئتهما للمخلوق؟ فيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الجواب إن المشيئة المنسوبة إلى الله عز وجل في كفر الكافر وإيمان المؤمن إنما هي مشيئة تقدير وخلق وإيجاد فالله عز وجل شاء الكفر من الكافر وخلق كفره وأراده كونا وكتبه في اللوح المحفوظ فإذا قلنا شاء الله الكفر من الكافر فنقصد بها ماذا؟ مشيئة العلم ومشيئة الخلق ومشيئة الإيجاد ومشيئة الإرادة الكونية أنتم معونة لا وإذا قلنا شاء الكافر الكفر فإنما نعني مشيئة التحصيل والكسب والاقتراف مشيئة التحصيل والكسب والاقتراف فإذا شاء الله الكفر من الكافر خلقا وإيجادا ومشيئة يعني إرادة كونية وشاء الكافر الكفر تحصيلا واكتسابا واختيارا فإن العبد إذا عرض عليه الكفر والإيمان ثم انتقلت مشيئته وإرادته إلى تحصيل الكفر والإيمان فنقول إنه شاء الكفر واختاره بمعنى حصله واقترفه واكتسبه لا بمعنى أنه أوجده وخلقه أو قدره لا الخلق والمشيئة والتقدير تنسب إلى من؟ إلى الله وأما المشيئة المنسوبة إلى الكافر هنا ومن شاء فليكفر فإنما هي مشيئة إيش؟ مشيئة الفعل والكسب والاقتراف والتحصيل فلا تعارض بين هذا وبين ماذا بال الصنة والجماعة وكذلك في قوله فمن شاء ومن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انتبه مشيئة الإيمان تنقسم إلى قسمين مشيئة ترجع إلى الله ويعلمه وخلقه وكتابته وإرادته الكونية صحي ولا يا جماعة طيب ومشيئة ترجع إلى ذات المؤمن وهي تحصيله للإيمان وسلوكه لطريق الهداية والتقى والإيمان بالرسل والتسليم والإذعان لأمر الله عز وجل فالله عز وجل شاء إيمان المؤمنين بإرادته الكونية لأنه وقع وبإرادته الشرعية لأنه يحبه ويرضاه والمؤمن شاء الإيمان لا بمعنى أنه خلقه وأوجده لا وإنما بمعنى أنه حصله واكتسبه لأن فعل العبد خلقا وإيجادا ينسب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى وتحصيلا واكتسابا ينسب إلى من؟ إلى العبد فإذن العبد له مشيئة وقدرة واختيار فالعبد يشاء الإيمان أو يشاء الكفر يشاء السنة أو يشاء البدعة لكن ليست مشيئة خلق وتقدير وإيجاد وإنما مشيئة تحصيل واكتراف واكتساب ما أدري فهمتم هذا الكلام الدقيق جدا والذي ظل فيه أمم أو ما فهمتم واضح إن شاء الله فإذا لا إشكال في قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني نحن كأنه يقول عز وجل نحن قد بعثنا الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين وأنزلنا الكتب فيها هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهدينا الإنسان النجدين وجعلنا له مع ذلك قدرة واختيارا فحينئذ من شاء أن يؤمن فليؤمن لكن إيمانه على علم وهدى ومن شاء أن يكفر فليكفر ولكن كفره عن علم عن عناد واستكبار ليس عن جهل وإنما عن عناد واستكبار لأن الله أوضح الحجة وآبان المحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب فإذا لا إشكال في هذا بينما نجد بينما نجد أن طائفتين فهمتا المشيئة هنا فهما مغلوطا فهما ضالا فهما سقيما فهما عليلا فهما بعيدا عن الحق والهدى فهما أوجب لهم الضلال والوقوع في المخالفة والبدعة الطائفة الأولى طائفة القدرية وهم المعتزلة فهموا أن نسبة المشيئة هنا للعبد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنها مشيئة الخلق والإيجاد لأنهم يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرا كان أو شر هل هذا الفهم صحيح؟ أجيبوا يا أخوان الجواب لا هذا فهم مغلوط هذا فهم خاطئ هذا فهم مجوسي هذا فهم مجوسي من اعتقد أن ثمة خالقا مع الله لشيء من هذا العالم فهو من المجوس الذين يعتقدون أن للعالم خالقين أو صانعين والطائفة الثانية طائفة الجبرية تهموا من قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنها مشيئة القهر والاضطرار لا مشيئة الاختيار وهذا مبني على مذهبهم بأن العبد لا قدرة له ولا مشيئة له مطلقا فكل مشيئة تنسب إلى العبد في الأدلة عند الجبرية فإن نسبتها نسبة مجازية لا حقيقة لا إذ أنهم يعتقدون أن لا مشيئة للعبد أصلا وإنما هي مشيئة ها الله عز وجل وإن نسب المشيئة للعبد فإنما هي نسبة مجازية لأن العبد مجبور على فعله ومقهور ومضطر لأن يفعل هذا الفعل وكلا الفهمين باطل بل المشيئة تنقسم إلى قسمين مشيئة ترجع إلى الله مشيئة في فعل العبد ترجع إلى الله ومشيئة في فعل العبد ترجع له فأما المشيئة التي ترجع إلى الله فهي مشيئة ماذا هأن الله عز وجل قدر فعل العبد وخلقه وأوجده وأراده بإرادته الكونية وللأجمع وإن كان فعل العبد محبوبا فنزيد والشرعية وإن كان مبغوبا فنقتصر على الإرادة الكونية فقط والعبد له مشيئة وقدرة على إيقاع هذا الفعل من باب التحصيل والاكتساب والاقتراف شوف كيف المذهب الصحيح يا شيخ مذهب واضح لا إشكال فيه ولا غموض وتجدون أن هذا المذهب قد جمع بين ماذا بين الحق الذي معكل الطائفتي فإن الحق مع القدرية أنهم يقولون إن للعبد مشيئة ولكن الباطل أن العبد يخلق فعله فأخذنا الحق وهو أن للعبد مشيئة والحق الذي مع الجبرية أن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة من؟ عفوا أن الله عز وجل هو الذي يشاء فعل العبد لكن الباطل الذي معهم أن العبد لا مشيئة له فدمجنا بين الحقين وقلنا فعل العبد خلقا وإيجادا لله وتحصيلا واكتسابا له فهذا في الإيمان والكفر يعني في أفعال الطاعات وأفعال المعاصي فجميع الطاعات هي تنسب إلى الله خلقا وإيجادا إيمانا صلاة زكاة برّا حجا تربية لللحة من الذي خلقها وشاءها وقدرها وأوجدها الله من الذي حصلها واكتسبها فهي تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتنسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا ولا اختلاف في ذلك ولا تناقض ولا اضطراب ولله الحمد والمنة ومن مسائل هذه القطعة أيضا لقد قالت القدرية قولا عظيما يدخل تحت قول الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فإن قلت وما هذه الكلمة فأقول إن القدرية قالوا لا يمكن أبدا أن يكون الله شاء الكفر من الكافر أعفوا لا يمكن أبدا أن يكون الله عز وجل شاء الإيمان لا يمكن أن يكون الله عز وجل شاء الإيمان من الكافر لا يمكن أن يكون الله عز وجل شاء الإيمان من الكافر لأنه يلزم على هذا تعارض المشيئتين وغلبت مشيئة من؟ العبد على مشيئة الله فالله شاء منه الإيمان والعبد شاء أن يكفر فوقعت مشيئة من؟ مشيئة العبد فالغالب في هذه الموازنة عند القدرية من؟ العبد ولا يمكن أن يغلب العبد ربه فحينئذ بقوا حائرين ماذا يفعلون؟ فأخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله عز وجل عالجوا الخطأ بأشد منه وما صحة هذا الكلام؟ الجواب هذا كلام أصلاً مبني على مقدمة باطلة هذا الكلام مبني على مقدمة باطلة ما هي هذه المقدمة الباطلة؟ وأرجوكم أن تفهموها هذه المقدمة الباطلة هي قولهم إن الله شاء الإيمان من الكافر هذا خطأ لأنه لو شاء أن يؤمن الكافر لوقع لوقع منه الإيمان لأن مشيئة الله ما تنقسم إلى شرعية وكونية مشيئة الله لا راد لها ولا معقب لها ولا غالب لأمره عز وجل لذلك يقول الله عز وجل ولو شاء ربك إيش؟ لآمن من في الأرض كلهم جميعاً يعني لو علق إيمانهم بمشيئتنا فمشيئتنا كفيل بأن يؤمنوا كلهم عن بكرة أبيهم في لحظة واحدة لأنه لو شاء الإيمان من أحد وقع مباشراً فلا يجوز أن نقول شاء الله الإيمان من الكافر كلمة شاء هذه خطأ ولكن نقول ماذا؟ أراد الله ماذا؟ كوناً ولا شرعاً؟ كوناً خطأ أراد الله شرعاً الإيمان من الكافر ولكن أبا هداية الله وكفر وهل الإرادة الشرعية لابد أن تقع؟ الجواب لا فإذن الذي ما وقع ليس هو مشيئة الله وإنما هي إرادته الشرعية والمتقرر عندنا معاشر أغل السنة أن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع فهل ثم تتعارؤ؟ ها هذه تعارؤ ما فهمتم ماذا أقول؟ أفهمتم؟ نعم وش الخطأ عندهم؟ شاء الله إيمان الكافر نعم ما في كلام صحيح أراد الله شرعاً نعم ولكن أبا الكافر واختار الكفر فإذن ما الذي لم يقع؟ الشرعية فقط وهل لا بد أن تقع الإرادة الشرعية؟ لا تستلزم الوقوع طيب إذن التعبير الصحيح هو أن نقول شاء الله الكفر من الكافر فكفر صحيح أو لا؟ شاء الله الكفر من الكافر شاء الله الكفر شاء الله الكفر من الكافر فوقع لا تقول شاء الله الإيمان من الكافر فغلبت مشيئة الكافر فكفر لا وإنما تقول شاء الله الكفر من الكافر فكفر لأن كفره وقع في الكون ولا يكون في كون الله عز وجل إلا ما يشاء أحسنت لا نقول إلا ما يريد وإنما نقول ما يشاء لأن الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله عز وجل هذا هو الفهم الصحيح من الذي فهم نعم الخطأ الذي وقع فيه المعتزلة شاء من الكافر أيوة طيب وكيف لا أقصد ولماذا صار قولهم هذا خطأ فلو شاء الله من الكافر أن يؤمن لا آمن الآن صحيح أي أراد أراد الله شرعا الإيمان من الكافر ولكن أبا الكافر ولم يختر طريق الله عز وجل عنادا وإباءا واستكبارا اختار طريق الكفر طيب طيب فلم تقع إرادة الله إيش فلم تقع إرادة الله شرعية تقول ألفاظكم فلم تقع إرادة الله الشرعية لأن إيمان الكافر لو كان مرادا كونا لا وقع لا وقع فهمتم فهمت أنت سعيد ما الخطأ الذي وقع فيه المعتزلة أن الله أرادة 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 طيب والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة من فأرادوا فأرادوا أن يفروا من ذلك فأخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه وتقديره ماشي وصوابها من الكافر أن شيك يا سعيد ربت بكلامك فلم تقع إرادة الله عز وجل الشرعية في هذا الرجل طيب وهل الإرادة الشرعية لابد أن تقع أول شي أعطنا القول الخاطئ أن قولهم أن الله شاء من الكافر شاء ماذا من الكافر قولهم هم قولهم هم يا أخي قولهم هم قول المعتزلة الباطل ما هو كيف يسيح تقول طيب الآن الصحيح على ماذا مفرع على ماذا على قولهم الخاطئ ها أبو شيخ عبد الرحمن المعتزلة قالوا إن الله شاء ماذا من الكافر شاء الكفر ما ما في مشكلة أن الله شاء هذا أبو محمد طيب ثم غلبت مشيئة من طيب أيها حسنت ولكن أبى ذلك الكافر هداية الله ها لأن الله يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى صح أو لا طيب فإذا الكافر استحب العمى على الهدى وترك الإيمان ودخل في الكفر إذا ما الشيء الذي لم يقع وهل عند أهل السنة لابد أن تقع إذا ما في إشكال فصواب العبارة أن نقول ماذا الصواب الآن هو براشد أن الله شاء الكفر من الكافر أو نقول إن الله أراد شرعا من الكافر أن يؤمن ولكن أبى هداية الله عز وجل وتنكب عن الصراط المستقيم عنادا واستكبارا وإباءا فإذا المعتزل بنوا باطلا على باطل وهكذا طبع أغل الباطل دائما ها يؤصلون الباطل ويبنون عليه فيكون بناؤهم باطلا كله لأن المتقرض أن ما بني على الباطل فهو فهو باطل فهمتم أنتهى الوقت طيب ومن المسائل أيضا قاعدة الاعتراض على مشيئة الله اعتراض على القدر الاعتراض على مشيئة الله عز وجل اعتراض على القدر فإذا اعترض العبد على شيء مما شاء الله في كونه أن يقع فإن حقيقته أنه معترض على ماذا على قدر الله لأن مشيئة الله ركن من أركان القدر فإذا اعترض العبد على علم الله أو على كتابة الله الشيء في اللوح المحفوظ أو على مشيئته أو على توحيده بالخلق فقد اعترض على ماذا على القدر فمن اعترض على شيء من مرات بالقدر فحقيقة اعتراضه هذا أنه اعتراض على القدر والاعتراض على القدر حرام وكبيرة من الكبائر وقد يكون كفرا في كثير من صوره احفظوا هذه القاعدة المسألة التي بعدها قاعدة لا يدخل الله عز وجل في حيز المحاسبة لا يدخل الله عز وجل في حيز المحاسبة لماذا لأنه الله وهذه علة كافية لأنه الله لأنه الخالق لأنه المدبر المتصرف ولأن الكون كونه فيفعل فيه ما يشاف الكون كونه والملك ملكه والتدبير تدبيره والتصريف تصريفه فلا يجوز للعبد أن يوقف ربه موقف المحاسبة لماذا تعطي لماذا تمنع لماذا تحيي لماذا تميث لماذا تخلق لماذا ترجق فلانا وأنا لم تعطني فهذا كله إدخال للرب في حيز المحاسبة والله عز وجل لا يدخل في حيز المحاسبة لما لأن المتقرر شرعا أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله أن كثرة الأسئلة في المشيئة تفضي إلى الاعتراض على القدر أن كثرة الأسئلة والتعمق في الأسئلة لماذا خلق الله إبليس ما الحكمة من خلق النار كثرة الأسئلة على مثل هذه تفضي بالعبد إلى ماذا إلى أن يعترض على قدر ربه عز وجل لا سيما إذا سأل وانقطع المسؤول عن الجواب لعدم علمه بحقيقة الحكمة الكونية في خلق هذا الشيء فحين إذن يجد السائل في قلبه أن هذا الشيء أوجده الله بلا حكمة وبلا غاية أو أنه أوجده ظلما وتسلطا وعدوانا على الناس وقد وقع كثير من الناس في الاعتراض على القدر والتشكيك في حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره بسبب كثرة الاشتغال بمثل هذه الأسئلة التي ما أنزل الله بها من سلطان فتلك أسئلة لا تحيي دينا ولا توجب سلامة ولا تضيف إليك شيئا من العلم فالأصل أنك تبتعد عن كثرة هذه الأسئلة وإن طرأ عليك بعض الأسئلة التي يمكن أن يجيب عنها المسؤول لوجود الإجابة عنها في الكتاب والسنة فالحمد لله وإلا فالتعمق والتنطع والتنقيب والتنقير عن مثل هذه الأسئلة التي لا جواب لها فإنها توقع العبد في نهاية المطاف في حفر من الاعتراض على قدر الله عز وجل ولذلك إن جاء الغبار قال لماذا يهب علينا هذا الغبار لماذا خلق الله الغبار هو يري أسأل ولكنه سؤال متضمن إيه الاعتراض على تقدير الله عز وجل فما أجمل أن نتسلى بالأوراد الشرعية عند رؤيته شيء من ذلك ما أجمل أن نتسلى بالأوراد الشرعية وأن نجعل محل تلك الأسئلة أورادا شرعية شرعت لنا عند رؤية هذه الأمور الكونية المفزعة أو المخيفة فيشتغل العبد بما أمر عند وجودها خير له من أن يكثر السؤال لما وكيف وما العلة وما الحكمة وهي أسئلة تفضي به في نهاية المطاف إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية ترجمة نانسي قنقر